موسيقى الحصاد من الغفة القاهرة أهلا بكم وبدأتوا بالملفات والعناوين قصد تقول أن واشنطن قد تعهدت بالبقاء في سوريا لمحاربة داعش ودعم العملية السياسية وكالة الاستخبارات الأمريكية تنشئ وحدة متخصصة لمواجهة الحكومة الصينية أكثر من مليون عرقي من قوى الأمن والنازحين والسجناء يصوتون الجمعة في الانتخابات العامة الصحة العالمية تطلق استراتيجية لتطعيم 70% من السكان ضد الفيروس كورونا منتصف العام القادم إلى تفاصيل أهلا بكم قالت إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية قالتنا واشنطن قد وعدت بالبقاء في سوريا إلى أن يتم القضاء على تنظيم داعش هكذا قالت وأشارت إلى أن روسيا أيضا عرضت الوساطة بين الأكراد والحكومة السورية لإجراء حوار بنا بهدف إيجاد حل سياسي وعد أمريكي بالبقاء في سوريا للحفاظ على وجود الأكراد في بلدهم أعلنت عنه رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد إلهام التي رأست وفدا يمثل الأكراد للاجتماع في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين من البيت الأبيض والخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع قالت بعد هذا الاجتماع أن الولايات المتحدة ستظل طرفا لحين التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وإلى أن يتم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بالكامل عاليا يظن الجميع أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من سوريا لكن واشنطن أعلنت بشكل واضح أنها سوف تبقى مدام تنظيم داعش الإرهابي قائما وبعض الدول مثل روسيا أبدت استعدادها للوساطة لبدء الحوار مع الحكومة السورية وبعد أن قالت أن الأمريكيين لم يكونوا واضحين في عهد الدونالد ترامب أشارت إلى أنهم أكدوا الآن بقاءهم في سوريا لمواصلة القتال ضد داعش وعن روسيا ووجودها في سوريا قالت المسؤولة الكردية أن موسكو أيضا عرضت الوساطة بين الأكراد والحكومة السورية لإجراء حوار بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة التي يعيشها الأكراد في شمال البلاد منا دمشق ينضم إلينا ضيفنا غسان يوسف الكاتب والبحث السياسي السوري أهلا بك سيد غسان على شاشة الغد أولا يعني بقاء الأمريكيين على الأرض على الأراضي السورية ألا يعتبروا نوعا من أنواع الاحتلال في رأيك أم لا سيد غسان هل تسمعوني سيد غسان نعم طيب أعيد عليك السؤال بقاء الأمريكيين على الأرض في سوريا ألا يعتبروا نوعا من أنواع الاحتلال في رأيك أم لا أهلا بالشكل عام الدولة السورية تعتبر الوجود الأمريكي في المناطق التي تحتلها في سوريا أو التي تتعاون مع الميليشيات التردية المسمات سوريا الديمقراطية بأنها تتعاون مع الاحتلال هذه الميليشيات تتعاون مع الاحتلال وبالتالي الدولة السورية تصنف الوجود الأمريكي في سوريا احتلال وكل من يتعامل معه هو عميل للاحتلال الأمريكي ولكن أنا أعتقد بأن ميليشيات سوريا الديمقراطية ليس لديها أي قرار في حل هذه الميليشيات والعودة إلى الدولة السورية فهي تخضع للإملاءات الأمريكية وحتى الآن لم تأتي الأوامر الأمريكية بحل هذه الميليشيات والعودة إلى أحضان الدولة السورية عندما أتي الأمر من واشنطن ستجدهم يسرعون إلى دمشق ويفتحون الحوار وستكون روسيا هي الوسيلة تقصد المظلة تغيب المظلة الأمريكية تختفي منهم سيد غسان طيب سؤالي لك لما تقول عنهم ميليشيات لما لما تقول القوات الخاصة القوات الكردية العناصر ربما أو حتى تقول هم بنهاية المطاف هم سوريون أليس كذلك لما استخدمت أو استخدمت كلمة ميليشيات هم سوريون ولكن هم أولا ليسوا في صفوف الدولة السورية لا يتعاونون مع الجيش العربي السوري يخضعون لإملاءات أمريكية لابد أن يصنفوا كميليشيات ليست تابعة للدولة ربما لم تحتضنهم دمشق يا سيدي تمام يعني هذه الميليشيات صحيح أنها حاربت داعش ولكن يعني الآن تتخذ داعش كجماعة ونحن نعرف أن الولايات المتحدة هي من تدعم داعش وهي من يعني تنشر خلايا داعش تصور يعني أن أغلب الذين كانوا في صفوف داعش اليوم هم في صفوف الميليشيات الجردية هذا من جهة من جهة أخرى قامت هذه الميليشيات الانتصالية بإغلاق المدارس إغلاق مؤسسات الدولة بمنع الطلاب من الذهاب إلى المدارس ولذلك نحن نعم حتى قامت يعني المجلس سوريا الديمقراطية بتغيير المناهج الحكومية وهذا يؤكد بأن لديها من دعا امتصالية طيب طيب يا سيد غسال السيدة إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لقصد سوريا الديمقراطية التي تقول حضرتك عنها إنها ميليشيات زارت روسيا وتقول لما نع لدينا من إجراء الحوار مع إيران هذه التحركات الكردية إن صحت الكلمة كيف تقرأها دمشق الآن في هذا التوقيت إلهام أحمد قبل أن تزور موسكو زارت أيضا دمشق وتحاورت مع دمشق ولكن متى زارت دمشق عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب بأنه سينسحل الرئيس سابق سينسحل من سوريا قامت بزيارة دمشق وقامت بزيارة موسكو اليوم عندما تؤكد الولايات المتحدة بأنها لن تنسحل يعني هي تقول بأن لن يكون هناك حوار مع دمشق عندما شاهدوا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان هرعوا إلى موسكو وأيضا اتصلوا بالولايات المتحدة وسألوهم هل سينسحل ولذلك الوضع غير مستطر والولايات المتحدة لديها أدافة سوريا عندما تتحقق هذه الأدافة سوف تنسحل وأنت تعلم بأن الولايات المتحدة لم تبقى يوما في بلد يعني هي ابتلت كثير من البلدان ولكنها يعني قامت بتجير الكثير من الميليشيات والكثير من الجيوش لنقل يعني كما يريدون ولكنها في النهاية انسحبت الولايات المتحدة وتركت هؤلاء والمناظر التي شاهدناها في أفغانستان يخشى الأكراد يعني من أن يروها في أنسحة والقامسل الكل له أهداف سيد غسان أذكر بهذه الكلمات شكرا جزيلا غسان يوسف الكاتب والباحث والسياسي السوري شكرا جزيلا على كل هذه الإفادات أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اعتزامها إنشاء مجموعة عمل لمواجهة نفوذ الصين المتنامي المتزايد تأتي هذه الخطوة في ظل توطر سياسي وتجاري بين بكين من زاوية من ناحية وواشنطن وأوروبا من الزاوية الأخرى لأول مرة أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اعتزامها إنشاء مجموعة عمل رفيعة المستوى لمواجهة نفوذ الصين المتصاعد ومجموعة العمل الجديدة ستكون واحدة ضمن 12 مركز للبعثات تديرها السياي اي عبر اجتماعات أسبوعية لتحديد استراتيجية واشنطن بشأن الصين كما ستضم متحدثين باللغة الصينية ورغم الخلافات الصينية الأمريكية في ملفات هونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي إلا أن ملف تايوان يظل المشكلة الأكبر بين البلدين خاصة بعد التواغل الجوي الصيني الأخير في الأجواء التايوانية وهو ما يراه مراقبون استعراض قوة ليس على تايوان ولكن على حليفتها الأقرب الولايات المتحدة واقتصاديا تحاول واشنطن تجنب حرب تجاري مع الصين وذلك من خلال عدة لقاءات عقدها مستشار الأمن القومي الأمريكي في سويسرا مع عدد من الدبلوماسيين بهدف ضمان المنافسة العادلة التهديد الصيني السياسي والتجاري لم تستشعره واشنطن وحدها بل أوروبا أيضا وهو ما دفع فرنسا إلى إرسال وفد برلماني إلى تايوان في تجاهل تام لتهديدات السفير الصيني في باريس وهي الخطوة التي اعتبرتها بكين تعديا على سيادتها قبل وقت قصير عقدت دول الاتحاد الأوروبي عدد اجتماعات مخصصة لبحث سبل التعامل مع الصين سياسيا وتجاريا وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019 ما يؤكد وبشكل واضح أن الصين باتت بندا رئيسيا ضمن أجندة صناع القرار حول العالم من واشنطن ينضم لنا ضيفنا ديفيد بلوغر المستشار في مجال الأمن القومي الأمريكي أهلا بك سيد ديفيد على شاشة الغد أولا وحدة خاصة في CIA لمواجهات النفوذ الصيني منذ فترة ليست بالبعيد رئيس الأمريكي أشار إلى وحدة خاصة أيضا لمواجهات الصين في البنتاجون في وزارة الدفاع الأمريكية بداية ما دور هذه الوحدات بالضبط شكرا على استضافتي اليوم هذا موضوع غاية في الأهمية ويبدو أن هذا الموضوع يتزايد مع الأيام وكما ذكر تقريركم الصين تظهر قوتها وسيطرتها وخلال العطلة الأسبوعية الماضية كان هناك العديد من الطائرات فوقها وبالقرب من تايوان وبالقرب من المناطق الاقتصادية التايوانية والهدف فقط هو إظهار للعالم وإظهار أيضا بشكل أساسي لحكومة تايوان أن الصين مسيطرة هناك وإدارة بايدن إدارة بايدن يبدو أنهم قد شكلوا هذه اللجان لتوهم ولكن الاستخبارات الأمريكية ووزارة الدفاع كان لديهم مكاتب خاصة بالصين تراقب كل نشاطات الصين منذ مدة طويلة جدا فالصين هي المهاجم السبراني الأول في العالم وبالطبع هذا يجعل إدارة بايدن مهتمة بهم بشدة وأيضا هناك قضايا تجارة أخرى ولكن الشيء الجديد في هذا الأمر أن الصين هي شريك تقاري كبير ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن مع كل الحلفاء يا سيد ديفيد الاهتمام نقرة هذا الشيء والحرب هذه نقرة أخرى هذه زاوية أخرى مثلا هناك إشارات ليست بالبعيدة إلى درجة بالغة الأهمية لاختفاء بعض العملاء الأمريكيين من الصين والمناطق التي بها نفوذ صيني أن نحن الآن في رأيك في رأيك سيد ديفيد أن نحن في حرب استخباراتية أم المواجهة باتت قريبة ربما بين الجانبين الطرفين أنا لا أعتقد أننا في حالة تجهيز للحرب ولكننا في وقت لأي حدث طارئ لأي سيناريو لأي وضع على سبيل المثال هذه الطائرات التي حلقت وهذا التحذيق استمر خلال العام الماضي في بحر الصين الجنوبي وهذا قام بالتحرش بالقوات اليابانية والقوات التيوانية وهذا أيضا أزعج الطائرات والمجال الجوي الياباني والتيواني لذا حينما تقترب الطائرات من الطائرات الأخرى سواء مدنية أو عسكرية أنت لا تعرف قد تخطئ القوات الصينية وأنا أتمنى أن لا يحدث هذا أتمنى أن لا تحدث حادثة أو سلوك طائش وحينها يتفاقم الأمر كما علقت أنت ويصل الأمر لحرب أعتقد أن هذا ما تراقبه إدارة بايدن بمنتهى الحذر لتضمن أن كل سيناريو محتمل يأخذ بعين الاعتبار ويكون للقادة على الأقل حوار مفتوح والذي علمنا لتونا أن هناك اجتماع افتراضي بين الرئيس شي والرئيس بايدن هذا شيء إيجابي حتى نحافظ على السلام بين الأمتين طيب سأأتي إلى هذه القمة المرتقبة إن صح هذا الكلمة بنهاية اللقاء معك سيد ديفيد لكن هناك درجة التوتر كبيرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هذه الجبهات حينما تفتح جميعا في وقت واحد كيف وقع هذه الجبهات على الجيش الأمريكي الآن على درجة الاستقطاب الموجودة في الشارع الأمريكي في هذه الأوقات ويلوح دونالدو ترامب في الأفق وأيضا الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حتى على مسألة رفع صقف الدين هذه الجبهات جملة واحدة كيف تؤثر على الداخل الأمريكي أنا مؤيد للرئيس بايدن ويمكن أن أقول أنا سعيد بوجود شخص على درايا بكل أمة ذكرتها أنت هو على علم بإيران وكوريا الشمالية والصين وأيضا روسيا فروسيا في جوانب أخرى حول العالم مهمة هذا هو دور الدبلوماسية ويجعلها في غاية الهمية وإدارة بايدن من خلال وزيرها بلينكن وأيضا من خلال حلفاءنا كالمملكة المتحدة وأيضا استراليا والاتفاق الحديث الذي قمنا به مع هاتان الأمتان وأيضا لدينا شركاء في اليابان وشركاء عذرا كاليابان والهند وأستراليا كل منهم يخلقوا تحالف مع الولايات المتحدة لهذا السبب نحن نشاهد ونراقب عن كثب المنافسة الأكبر لنا وهي الصين ولكن يمكن أن نقول أيضا عدواتنا روسيا ولهذا السبب من المهم لنا أن يكون لدينا هذا النوع من المكاتب أو الأقسام التي تركز على جوانب بعينها التي ذكرتها في برنامج طيب سؤالي لك سيد ديفيد قمة العشرين سوف تشهد لقاء رئيس الأمريكي مع رئيس الصيني كيف تبدو هذه اللقاءات في رأيك؟ هل ستزول نقاط الخلاف؟ ولو أن هذا الأمر صعب جدا صراحة وفقا لما جاء على لسان المراقبين هل ستكون قمة هادئة ربما؟ هل ستشهد تعاون استخبارات استراتيجي اقتصادي ربما؟ التجاري ربما سيد ديفيد أم ستزيد نقاط الخلاف بينهما؟ كما ذكرت لك الولايات المتحدة هي شريك تجاري كبير مع جمهورية الصين ونحن نريد أن نحفظ على هذا وغالبية البضاء تأتي من الصين عبر بحر الصين الجنوبي حول العالم لذا نحن لا نريد أن نعرقل هذا الرئيس بايدن تقابل مع الرئيس تي باعتباره نائب رئيس وباعتباره سيناتر أمريكي وهو يعرف الرئيس تي جيدا وهو لديه علاقات عمل متميزة معه الرئيس بايدن قال أنا أريد أن أتحدث عن الملكية الفكرية وعن الأمن السبراني وأريد أن أتحدث عن الوضع في تايوان وبحر الصين الجنوبي ولكن يقول أيضا أننا نريد أن نتعاون مع الشعب الصيني نفسه أن الشعب الذي يتعامل مع الوباء ويتعامل مع قضايا أخرى يمكن للولايات المتحدة أن تقدم له مساعدة فيها لذا أعتقد أن القمة ستكون إيجابية جدا وأعتقد أنها ستكون على شكل ودي على خلاف الاجتماع الذي حدث بين بوتين وبايدن أعتقد أن الرئيس شيء والرئيس بايدن أعتقد أن كلهم يريد تحقيق شيء وهذا وأعتقد أن الآن مرحلة التحضير لالاجتماع الشخصي بين الرئيسين سنراقب على أي حال التحركات الأمريكية الصينية في الأيام القليلة القادمة سيد ديفيد دابلوغر المستشار في مجال الأمن القومي الأمريكي شكرا جزيلا على هذا الطرح شكرا يشارك الجمعة أكثر من مليون عرقي من المشمولين في التصويت الخاص في الانتخابات العامة وفي حديث خاص على شاشة الغد قالت جمانا الغلاي النطقة باسم مفوضية الانتخابات العرقية قالت إن فيها التصويت الخاص سوف تشمل منتسبي أجهزة الأمن كذلك النزحين ونزلاء السجناء مفوضية الانتخابات تستعد لإجراء انتخابات التصويت الخاص يوم غدا 18 تفتح المراكز عند الساعة السابعة صباحا وتغلق ألكترونيا عند الساعة السادسة تشمل التصويت الخاص القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين وأيضا نزلاء السجون من المشاركين في هذه الانتخابات هم 3 ألف يعني المرشحين عددهم 3 ألف ومئتين وتسعة وأربعين مرشح 167 حزب والبقية مستقلين 167 حزب وتقريبا ما يقارب لثمانمائة مرشح هو مستقل من ضمن 3 ألف ومئتين وتسعة وأربعين مرشح صادق عليهم مجلس المفوضين ويحق لـ 120 ألف نازح عراقي لإدلاء بأصواتهم في 27 مخيما تعد هذه الانتخابات الثالثة التي يدل فيها النازحون بأصواتهم وهم في المخيمات للمرة الثالثة على التوالي يدل النازحون العراقيون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وهم في المخيمات ولكن مخيمات النازحين هذه المرة بلا محطات انتخابية إذ تقول المفوضية إن أسبابا تنظيمية دفعتها لوضع المحطات الانتخابية بالقرب من المخيمات لا بداخلها ولكن ذلك قد يزيد المصاعب التي تواجه النازحين للمشاركة في العملية يعني ما نعرف وين ننتخب لي حد الآن حالنا لاي شخص بالمخيم يعني كلها مات بس ما عرف يجون هنا أنا كمواطن عراقي أنتخب لغرض تغيير الحال يعني أنطيك مثال أنطيك مثال بسيط منذ حوالي ما يقارب ثمانية سنوات نحن نمكث هنا في المخيمات نريد أن نطالب بإنهاء ملف النزوح أنا كمواطن عراقي هذا حالي وعلى رغم من المعوقات يحث النازحون بعضهم البعض على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم على عكس الانتخابات السابقة التي كانت المقاطعة صفة سائدة ترافق تصويت النازحين اعتقادا منهم أن المقاطعة لن تغير واقعهم المتفاقم منذ سنوات لا يمتلك غالبية النازحين في المخيمات المعرفة الكافية بحقهم الانتخابي التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة بينما لا يؤمن كثير منهم أن تغييرا لواقعهم المتفاقم منذ سنوات قد يأتي من صرديق الاختراع مفاوضية الانتخابات تقول إنها وفرت كل ما يحتاجه النازح للمشاركة وإن أخراج المراكز من المخيمات لا يؤثر على حجم مشاركة النازحين ستكون هناك محطات داخل المدينة وعلى الأطراف والأقضية والنواحي ما عدا المخيمات اتفقنا مع محافظة أربيل بالتعاون مع دائرة الهجرة والمهجرين على نقل النازحين عن طريق باصات خاصة من المخيمات إلى مراكز الاقتراع وبالعاكس مئة وعشرون ألف نازح منتشرين في سبعة وعشرين مخيما داخل العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المفوضية حددت مواقع مراكز الاقتراع للناخبين والبلغ عددها ستة وثمانون مركزا بواقع ثلاثمائة وتسع محطات انتخابية وزعت بالقرب من مخيمات نازحين في عموم العراق صحيب الفهداوي الغد مخيم بحركة أربيل من جهة هدع رئيس المفوضية العراقية للمشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات التي تسجل هاجسا كبيرا للأحزاب والقوى السياسية الأخرى على وقع مزاج شعبي مختلف يستعد العراقيون لانتخابات برلمانية مبكرة ثم تشريحة لبأس بها من المجتمع العراقي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات إلا أن طريق المشاركة بالنسبة للآخرين يبقى الحل الوحيد لمن يرى أن سلطة صناديق الاقتراع ستكون كفيرة بالتغيير أدعو الكل أن تشارك بالانتخابات لعل أن أمرا ما سيكون بتغيير نوعي أو تغيير بعض الوجوه التي لا زالت مسيطرة على المشهد السياسي منذ عام 2003 أو لحد الآن الاختيار جدا صعب وحقيقة أنا كمواطن عراقي فقد تثقه وقولها بصريح العبارة فقد تثقه بكل نائب يصعد للمجلس النواب العراقي قانونيا فإن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ليست ذا أهمية نتائجها الانتخابية تعتمد حتى لو سجلت أرقام منخفضة لعداد الناخبين وهو ما أقره الدستور العراقي وقوانين الانتخابات السابقة أو المعدلة من الناحية القانونية مهما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات ستعتمد لأنه ليس لدينا لا في الدستور ولا في القوانين الانتخابية حد أدنى للمشاركة معنا ذلك إذا كانت نسبة المشاركة 5% أو 10% ستعتمد على الأرض أغلق البرلمان العراقي أبوابه وأعلن مجلس النواب حال نفسه وإنهاء مهمه رسميا بانتظار ما ستأول إليه نتائج الانتخابات المقبلة لتشكيل برلمان جديد يبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليون عراقي لكن التصويت سيكون متاحا لـ 23 مليون فقط من من يمتركون البطاقة البيومترية للناخب في انتخابات جاءت مبكرة نتيجة الاحتجاجات الشعبية والتي يأمل من خلالها العراقيون تغيير الوضع السياسي في البلاد من العاصمة العراقية بغداد محمد فاضل الغد الحصاد مستمر معكم من الغد بعد الفاصل تتابعون الحكومة المغربية الجديدة تؤدي اليمينة الدستورية دون أي تغيير في وزراء الخارجية الداخلية والدفاع موسيقى منا الجديدة اهلا بكم الان تذكر بالملفات موسيقى موسيقى قصد تقول ان واشنطن قد تعهدت بالبقاء في سوريا لمحاربة داعش ودعم العملية السياسية موسيقى موسيقى وكالة الاستخبارات الامريكية تنشئ وحدة خاصة لمواجهة الحكومة الصينية موسيقى موسيقى اكثر من مليون عراقي من قوى الامن والنازحين والسجناء يصوتون الجمعة في الانتخابات العامة موسيقى موسيقى الصحة العالمية تطلق استراتيجية لتطعيم 70% من سكان العالم ضد الفيروس كورونا منتصف العام القادم موسيقى موسيقى أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية لتطعيم العالمي ضد الفيروس الجائحة كورونا بحلول منتصف العام القادم وذلك لتسريع إنهاء الجائحة كورونا خاصة في ظل انتشار المتحورات في عدد كبير من الدول تادرس أدهانم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إن المنظمة تستهدف تطعيم 70% من سكان العالم بأسره بحلول منتصف العام القادم الاستراتيجية الجديدة تحدد خطة لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية المتمثلة في تطعيم 40% من سكان كل بلد بحلول هذا العام و70% بحلول منتصف عام 2022 سبق للمنظمة أن حددت هدفا لتحصين 10% من سكان كل دولة بحلول نهاية سبتمبر عام 2021 لكن بحلول ذلك التاريخ لم تكن 56 دولة قادرة على القيام بذلك والغالبية العظمى من هذه البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط من جانب ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش بتوفير 8 مليارات دولار لتطعيم 40% من سكان العالم بحلول نهاية العام الجاري تأتي هذه الدعوة قبل انعقض قمة مجموعة الدول العشرين في روما الشهر الجاري استراتيجية تطعيم العالمي ضد فيروس كورونا تمثل مسارا مكلفا ومنسقا وموثوقا به للخروج من جائحة كورونا بدون اتباع نهج منسق ومنصف في توزيع اللقاحة فلن يستمر تقرير الحالات في أي بلد من أجل الجميع لابد من رفع جميع البلدان بشكل عاجل إلى مستوى عال من الفطر من تونس ينضم إلينا ضيفنا عضو اللجنة العلمية لمقاومة فيروس كورونا الدكتور أمان الله المسعدين أهلنا بك الدكتور على شاشة الغد أولا يعني 70% من سكان العالم يأخذون اللقاح هدف سهل المنال أم بعيد يا دكتور صراحة أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة هو المقاربة لفضعتها المنظمة العالمية الصحة لتطعيم على النسبة هامة من المجتمع العالمي هي المقاربة الصحيحة ولا مفر منها يبقى إذا كان نحب نكونوا واقعيين إذا كان اليوم في موفى سبتمبر وبداية أكتوبر لنأخذوا القارة الإفريقية نشوفوا اللي أقل من 10% من المواطنين اللي ساكنين القارة الإفريقية لم تتحصل على ولو جرعة فهذا معناها يجعل كونه فكرة الوصول إلى 40% في آخر معناها سنة 2021 و70% في منتصف العام الطابق الطابق صعب يعني نتافق دكتور أمان الهدف محمود أليس كذلك التنفيذ صعب أو بعيد المنال حضرتك ذكرت مسألة العشرة بالمئة من سكان كل دولة يعني إذا كانت الإحصائية الصحيحة لا أعلم نحو 65 دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لم تتحقق فيها هذه النسعة عشرة بالمئة من سكان كل دولة أخذوا لقاح أليس كذلك؟ هو الهدف مش محمود بس الهدف ضروري لأن هذا وباء عالمي ولا يمكن العالم أن يكون في اطمئنان وفي أمن صحي ما دامت دول فيها نسبة هامة من ناس اللي مش محمية واللي تنجم تكون في أي يوم ما على نقطة انطلاق لمتحور جديد ينجم يخزوا العالم طب أين الخلل دكتور أمان؟ أين الخلل؟ هل الخلل في هذه الدول في الحكومات في الشعوب ربما لم تقتنع بفكرة ألاقاح؟ أين الخلل في رأيك؟ الخلل هو على نجم يقوله مش خلل في حداته الإشكال على وجهتين أولاً تم إمكانيات مادية للتحصل على اللقاح وثانياً تم إمكانيات المخابر اللي تصنع في اللقاحات لتلبية الدعوة والحاجة نطع المجتمع هذا لكلكم تعلموا اللي المخابر اللي موجودة في أمريكا واللي موجودة في أنجليتيرا واللي موجودة حتى في الهند أعطاعت الأولوية لشعوبها لحمايتها من هالفيروس هذا قبل ما تسمح في تسويقها بالكميات اللازمة للشعوب الأخرى وهذا بالنسبة لحاجيات العالمية الإشكال هذا مازال مطروح نعنون هذه الكلمات دكتور أمان نعنونها سوياً الآن على الهواء مباشرة القضاء على الفيروس الجائحة كورونا يحتاج إلى التوزيع العادل للقاحات أليس كذلك؟ كيف يتم الأمر؟ كيف؟ الأمر يتم هي معناها لكلكم تعرفوا المنظمة العالمية للصحة في إيطار مكافحة هذا كان لها دور كبير من الأسابيع الأولى في أولاً التعريف بالمخاطر وفي مصاحبة كل الأعمال وحتى التلقيح وكانت هي في حد ذاتها معناها ضد فكرة كونه على يقع الشروع في تلقيح الجرعة الثالثة في بلدان اللي هي عندها نسبة هامة من مجتمعاتها تلقحت بجرعتين مع كونه في نفس الوقت تم بلدان لم تتحصل ولو على جرعة فهذه من الإشكاليات اللي المنظمة العالمية اللي الصحة بيش تحاول عنها تحلها بيش تتحصل ولا تقرب للهدف اللي تحكي عليه لتطعيم هل هو دور ال-WHO يا دكتور أمان منظمة الصحة العالمية هل هو دورها مسألة توزيع العادل للقاحات أم دور الشركات المنتجة دور معامل الاختبارات دور الحكومات ربما لأن الأمر متعلق بشق مادي يعني هناك دول لا تستطيع أن تشتري هذه اللقاحات بهذه الأثمان وبالتالي تحتاج إلى دعم إلى فند ربما إلى أي درجة من درجات المساعدات الطبية الإغاثية الإنسانية أليس كذلك؟ صحيح إنما الإشكال هنا هو إشكال إخلاقي إخلاقي على النتاق العالمي في هذا الإطار المنظمة العالمية للصحة هي اللي موكلها بشتنجم تقوم بهالدور الإخلاقي لتحسيس الدول الصانعة لهالإقاح وللمخابر لتقرب أكثر ما يمكن من توزيع عادل لأنه سلامة العالم سلامة الناس الكل مرتبطة بمعنى نسبة معينة من تلقيح على النتاق العالمي أتفق معك دكتور شكرا جزيلا دكتور أمان الله المسعدي عضو لجنة العلمية لمقاومة فيروس كورونا ضيفا عزيزا كان على شاشة الغد شكرا دكتور أدت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيزا خنوش اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي بمدينة فاس ويتكون الفريق الحكومي الجديد من 24 وزيرا بينهم 7 نساء فيما أبقى الملك على وزراء الداخلية الخارجية والدفاع في التشكيلة الجديدة أكد رئيس الوزراء لبنانيين جيب ميقات أن بلاده في أمس الحجاء الآن إلى تعزيز ثقة اللبنانيين في الدولة ومؤسساتها وذلك من خلال علاقات طبيعية بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل وكذلك على المصالح المشتركة جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي أشر إلى إجراء مفاوضات مع دول في المنطقة لحل جميع الملفات الإقليمية لقى ملف العلاقات السعودية الإيرانية اهتماما خاصا ندى المسؤولين اللبنانيين خلال استقبالهم وزير الخارجية الإيراني لما لذلك من إنعكاس على أوضاع لبنان فالرئيس اللبناني أبلغ ضيفه دعم جهود تعزيز التقارب بين دول المنطقة من خلال حوار يقرب وجهات النظر حيال القضايا المختلف عليها أما رسالة الوزير الإيراني فكانت ذات اتجاهين إيجابية حيال المفاوضات الإيرانية السعودية وسلبية حيال اعتباره أن وجود القوى الغربية في المنطقة هو ما يزعزع أمنها قيمنا إيجابيا استمرار وطيرة المفاوضات الإيرانية السعودية ونحن نعتبر أن وجود القوى الغريبة في ربوع هذه المنطقة هي العامل الأساسي الذي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وعلى إيجاد المشكلات في ربوع هذه المنطقة الوزير الإيراني أبدى استعداد بلاده لبناء معملين لإنتاج الطاقة في لبنان الأمر الذي استبقه رئيس الحكومة بالترحيب بشرط الحفاظ على منطقة الدولة ومؤسساتها الدستورية ومعلوم أن تصعود النفوذ الإيراني في لبنان يثير انقساما تصاعدت حدته مع استقدام حزب الله سفن المحروقات الإيرانية من دون موافقة رسمية حاليا في نفوذ إيراني طبعا بس مدى البعيد باستبعد أنه لبنان ممكن يكون خاضع النفوذ الإيراني نظرا لطبيع التعددية للمجتمع اللبناني اللبناني قلنا واردة أن يقبلوا بهذه المناء إيرانية ونمصح حتى الدول الخليج والدول العربية وحتى الدول الأوروبية أن يكون فيه استقرار بلبنان ولبنان ما يكون خاضع لهذه المناء إقليمية جديدة عنوين زيارة وزير الخارجية الإيراني اختلفت عما حمله دبلوماسيون أجانب آخرون أجمعوا من جهتهم على إنجاز الإصلاحات والانتخابات والتحقيق في جريمة المرفأ في حين ركز الوزير الإيراني على الوضع الإقليمي ودور بلاده في لبنان لبنان بعد تشكيل حكومة ميقاتي يشهد حركة دبلوماسية لافتة إلا أن الهواجس حاضرة من عدم عكاسها إيجابا لمعالجة أزماته المتعددة وذلك في انتظار نتائج انتخاباته المرتقبة واتضاح مسارات المفاوضات الإقليمية كلوديا بحناء الغد بيروت وفق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعيين مقرر خاص بأفغانستان لتحقيق فيما يحتمل أن تكون انتهاكات قد ارتكبتها طالبان أو أطرف أخرى ربما في الصراع هناك حصل مشروع القرار المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي على موافقة 28 دولة بينما عرضته خمس منها الصين باكستان روسيا وقد امتنعت 14 دولة عن تصويت في المجلس الذي يضم 47 عضوى انتهت انتهت المهلة الممنوحة لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي في تركيا للدفاع عن نفسه أمام المحكمة الدستورية في قضية إغلاقه مراقبون هنا يرون أن إغلاق الحزب ليس حلن أصلا للمشكلة لأن عناصره ببساطة سوف يتحولون إلى حزب آخر وفقا لما حصل في تجارب سابقة في تركيا انتهت المهلة الممنوحة من المحكمة الدستورية التركية لحزب الشعوب الديمقراطية الكردية في تركيا من أجل تقديم أدلته للدفاع عن نفسه كحزب ولكن مراقبين يرون أن مهمة الحزب في إقناع المحكمة برواياته تبدو صعبة إلى حد كبير المسؤولون في حزب الشعوب الديمقراطية ينكرون علاقتهم مع المجامع الإرهابية خاصة حزب العمال الكردستاني لكن القضية ما وراء الإقناع أنه حل الأمر بيد المحكمة أنا لا أتبقع ذلك بالنتجة القرارات لإغلاق الحزب سوف تكون قرار سياسي وهذا الذي لا نريد أن يكون كذلك وبعد تقديم الحزب ما لديه من أدلة ووثائق يقول إنها تضحض اتهامه بالارتباط بمنظمة إرهابية هي حزب العمال الكردستاني تعود الكرة مرة أخرى لملعب المحكمة الدستورية التي بدورها ستطلب من المحكمة الإدارية التي تقدمت بطلب إغلاق الحزب للرد على ما قدمه من وثائق هذه المسألة مرتبطة بأكثر من نقاش قانوني السياسي وحزب وأظن أنه النقطة الأساسية فيها هو الموضوع القرار القضائي ما الذي يستقول المحكمة الدستورية لكن في جميع الأحوال أنا لا أظن أن المسألة حتى لو كان فيه تصعيد سياسي بين الأطراف في الداخل التركي ستصل إلى درجات حظر الحزب وإغلاق وكانت المحكمة الدستورية التركية قد صادقت في يونيو الماضي على قبول لائحة الاتهام الموجهة ضد حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من طرف مدعي عام المحكمة الإدارية العليا في تركيا بتهم تتعلق بعلاقة الحزب وقياداته بمنظمة إرهابية انفصالية هي حزب العمال الكردستاني لطالما شكل هذا الملف حسب مراقبين سببا لانتقادات حادة من أطراف سياسية داخلية في تركيا وخارجية فيما ترفض الجهات الرسمية التركية هذه الانتقادات وتعتبر الأمر شأنا داخليا متعلقا بقرار القضاء وليس قرارا سياسيا في ألمانيا أعرب رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي عن استعداده للتنحي تماما عن رئاسة الحزب المحافظ الذي تنتمي إليه المستشرة أنجلا ماركل وذلك بعد خاصرته في الانتخابات يأتي هذا بينما تتواصل مساعي تشكيل اتلاف حكومي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الخضر الديمقراطي الحر اتلاف إشارة المرور يبدو أنه الأوفر حظا وفقا للمحادثات السياسية والجولات المكوكية للأحزاب الألمانية الاشتراكيون والخضر والديمقراطي الحر تبدو الفرصة أمام تحالفهم أكبر لتشكيل الحكومة بينما تتضاءل فرص الاتحاد المسيحي الديمقراطي أعتقد أن التوقعات في التقارب بين الحزب الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر هي توقعات صائبة ربما تقود إلى تشكيل حكومة ألمانية جديدة وأن التحالفات الأخرى مصنوعة وبعيدة عن تحالف إشارة المرور سلسلة مشاورات ولقاءات عقدتها الأحزاب السياسية في ألمانيا بهدف الاتفاق على تشكيل تحالف يمكنها من البدء بتحديد خليفة ميريكل ومن ثم تشكيل الحكومة الاشتراكيون بزعامة أولف شولتز متفائلون بمحادثاتهم مع الخضر والديمقراطي الحر نحن سعداء بأن المحادثات مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي طمدير لقد وجدنا بالفعل أن المحادثات التي عقدت على المستوى الثنائي حتى الآن كانت بناءة للغاية كما أننا ممتنون جدا للطريقة المهنية والجهادة للغاية وهو ما قد يساهم في دفع كل من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بتشكيل الحكومة حتى الآن على الرغم من الاختلافات بين الحزب الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر بحسب مراقبين إلا أنه يمكن للمحادثات بينهما أن تقلص هذه الاختلافات لخلق أوجه تشابه مفاوضات إشارة المرور بشأن تحالف الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر مستمرة فيما تنتظر مفاوضات جاميكا بشأن تحالف الاتحاد والخضر والحزب الديمقراطي الحر تنتظر تعثر مفاوضات إشارة المرور علّه يعطي الضوء الأخضر لتعزيز فرص تحالف جاميكا يامان شواف عناة الغد برلين تحت شعار حشد الجهود لمستقبل مستدام اختتمت في دبي فعاليات دورة سابع من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر استقطبت هذه الدورة العديدة من المتحدثين إضافة إلى عدد من كبار شخصيات العالمية والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية كذلك الخبراء والأكاديميين أربعة محاور رئيسية وضعتها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على طاولة نقاشتها هذا العام تمحورت حول إيجاد سبل تطوير حلول مستدامة ومبتكرة وتحفيز الابتكار لدعم تنمية المستدامة ضمن محاورها الأربعة وهي الشباب والابتكار والتكنولوجيا الذكية وسياسات الاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر معظم مشاريعنا المستقبلية تكون مشاريع خضراء أوقفنا طبعا التربونات الغازية في دبيع من سنتين بنركز على الطاقة المركزة الطاقة التخزينية لدينا مجمع محمد بن راشد أكبر مجمع في العالم بالنسبة للطاقة التخزيني الكهرباء نقدر نخزن ل 15 ساعة وهذا مشروع كبير قيمته كبيرة حقيقة حوالي 17 مليار درهم 4.3 مليار دولار وهو الأول في العالم وتحاول القمة من خلال نقاشاتها توفير منصة استراتيجية لتضافر الجهود العالمية لإرساء دعائم التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتوحيد المساعي وتفعيل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنمية المستدامة إضافة إلى تشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات الابتكار والاعتماد على البحوث وتطوير وأحدث التقنيات المتطورة لضمان مستقبل أكثر استدامة للعالم بأسره تتمخض من هذه القمة الكثير من القرارات الهامة بالنسبة للتحول للاقتصاد الأخضر والتقنيات التي ستساعد في هذا التحول وكيفية أيضا تسريع هذه العملية وخاصة فيما يشهده العالم حاليا من التحديات العالمية اليوم طبعا استغافت القمة متحدثين كثيرين من مختلف أنحاء العالم وفي الختام تم إصدار إعلان دبي الخاص بقمة الاقتصاد الأخضر والذي تم التأكيد من خلاله على ضرورة إدراك التهديدات التي تشكلها أزمة المناخ على الاقتصاد والبيئة إضافة إلى التأكيد على التعافي المستدام والأخضر من خلال إيجاد استراتيجيات جديدة لبناء الاقتصاد بعد جائحة كورونا والحد من ارتفاع درجات الحرارة وتشجيع الشراكات الشاملة بين القطاعين الحكومي والخاص وضرورة الالتزام بأهداف اتفاقية باريس بشأن المناخ تؤدي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دورا جوهريا في زيادة الاهتمام في تعزيز المشاريع الخضراء في دولة الإمارات والمنطقة كونها تعد منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر عبدالله الزعبي قناة الغد دبي يصادف سبع من اكتوبر من كل عام يوم التراث الفلسطيني الذي يحتفي فيه الفلسطينيون بعداتهم بتقاليدهم وموروثاتهم الشعبية بهدف التأكيد على الهوية الفلسطينية قد انطلقت فعاليات في بلدة سبستية رفضا للمخططات للمخططات الاستيطانية تحت عنوان تراثنا منبع الحكاية اطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية فعاليات يوم التراث الفلسطيني في بلدة سبستية شمال الضفة الغربية وذلك رفضا للمحاولات الاستيطانية الرمية الى السيطرة على المكان في شوارع سبستية القديمة اقتضت الاسواق بالزائرين والمتسوقين حيث تنوعت زوايا الاعمال التراثية والمشغولات اليدوية وكذلك الطعام الشعبي بطريقة تحضيره التقليدية احتفال بيوم التراث الفلسطيني واحتفال بحكاية الوجود الفلسطيني على هذه الارض وكل ما يرتبط بهذا الوجود من موسيقى وفلكلور واغاني ودبكة وازياء وصناعات حرفية وتقليدية جاءت لقف عاليات يوم التراث الفلسطيني من بلدة سبستية لنا كل العالم أجمع بأن هذه البلدة الفلسطينية هذه البلدة التاريخية هذه البلدة الكنعانية هذه البلدة ذات الموروث الثقافي والحضاري سبستية من الماضي ومن الحاضر ومن المستقبل هي فلسطينية وكنعانية وستبقى كذلك بالزي الشعبي التقليدي حضرت الأغنية الشعبية الفلسطينية قولاً وصورة لتلقص مراحل مهمة في التاريخ الذي صار رغيفاً من خبز الطابون تحرسه النار فيما على الجهة المقابلة كان النقش يلون طيفاً من أدوات الزينة في حياة الفلسطينية التراث الفلسطيني ليس بغريب ولن يكون غريب ولم يكون غريب وسوف يبقى لأنه هو يتحدث عن الهوية الفلسطينية ارتباط التراث الفلسطيني شديد وقوي جداً بالأرض الفلسطينية هي قصة الفلاح وقصة الطالب وقصة كل إنسان فلسطيني له ارتباط بالأرض وستشمل فعاليات يوم التراث الفلسطيني تسلسلاً زمنياً في إنعقادها بمدن الضفة الغربية بهدف توريثه للأجيال المتعاقبة أهمية العمل على إبراز التراث والثقافة تكمن في كونهما هوية أساسية للفلسطيني تقابل بحرب إسرائيلية تهدف إلى الطمس والإحلال والسرقة لكن تم تفرق بين تاريخ أصيل وآخر مزور خالد بدير قناة الغد من بلدة سباستيا شمال غرب نابلس فلسطين كما أقيمت فعاليات مهرجان التراث الفلسطيني في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وذلك لتأكيد على الهوية الفلسطينية التي يحاول الاحتلال تمصها وتزويرها إحياءاً ليوم التراث الفلسطيني والذي يصادف يوم السابع من شهر أكتوبر من كل عام أقيمت فعاليات مهرجان التراث الفلسطيني في البلدة العتيقة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية للتأكيد على الهوية الفلسطينية التي يحاول الاحتلال تمسها وتزويرها فالفلسطينيون هنا يثبتون للعالم أحقيتهم بتراثهم وثقافتهم وحضارتهم التاريخية بالرغم من محاولات عديدة هدفها تغييب التراث الفلسطيني يجب أن نعمل جميعاً لإحياء روايتنا ونشر هذه الرواية رواية الحق الفلسطيني المعبرة عن الحق في الأرض والتراث المهرجان يضم جانباً من الأشغال اليدوية والتراثية والمأكولات الشعبية والحرف التقليدية القديمة إلى جانب عرض الثوب الفلسطيني والمطرزات بأشكالها المختلفة اليوم بالشراكة مع قسم السياحة في بلدية الخليل شراكنا في يوم التراث الفلسطيني وحبينا بالإضافة للطلاب والطالبات وبعض السياحات الموجودة معنا وتابعنا المعهد والتي تجمع تراث فلسطين أيضاً حبينا نسوي وصفة تراثية قديمة طبعاً خليلية الأصل وهي التطماجي هي عبارة عن عدس حاب ورقائق العجين سماء ورب البندورة يعني هي كون بنحط لها لزيت زيتون طبعاً كله زيت زيتون لما بنحف أنه من التراث الفلسطيني طبعاً احنا اليوم شاركنا بمعرض التراث الفلسطيني نحنا كاتحاد عاملين تعاونية بتضم الصوف وبتضم التطريز الفلسطيني لحتى أنه احنا نحافظ على تراثنا وجذورنا في هاي المنطقة هذا وتنظم الفعاليات الشعبية في البلدة العتيقة الملاسقة للحرم الإبراهيمي بهدف منع تهويد هذه المناطق والسيطرة عليها من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين رائد الشريف الغد الخليل فلسطين الخليل محط الختاب الآن أذكركم بالملفات قصد تقول أن واشنطن قد تعهدت بالبقاء في سوريا لمحاربة داعش ولدعم العملية السياسية وكالة الاستخبارات الأمريكية تنشئ وحدة خاصة لمواجهة الحكومة الصينية أكثر من مليون عراقي من قوى الأمن والنزحين والسجناء يصوتون الجمعة في الانتخابات العامة الصحة العالمية تطلق استراتيجية لتطعيم سبعين بالمئة من السكان ضد الفيروس كورونا منتصف العام القادر دوما في أمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر